نظمت جمعية شاطئ النخيل في محافظة العقبة رحلة سياحية لعدة مواقع أثرية في مناطق لغويرة والديسي ووادي رم اطلع فيها عدد من الباحثين والإعلاميين وأبناء المجتمع المحلي على أهمية تلك المواقع الدينية والتاريخية والسياحية وأكدت رئيسة الجمعية حنان المصري أن المواقع الأثرية في لغويرة والحميمة والديسي ورم تحتاج إلى عناية خاصة من قبل المسؤولين في الحكومة ووضعها على خارطة السياحة العالمية لأهميتها التاريخية ولتكون رفدا أساسيا في الاقتصاد الوطني جمعية شاطئ النخيل السياحية تعنى بتنشيط السياحة وترويجها ورفض الجهود الرسمية في ترويج مناطق مهمشة أو ما حدا منتبه لها ومنتفت لها وفي منطقة لغويرة ومنطقة الحميمة هاي المناطق يعني إلها تاريخ عميق في حضارتنا وإلها علاقة في الثورة العربية الكبرى والحضارة الرومانية فحبنا نسلط الضوء على هاي المناطق حتى الناس يعرفوا الأشياء اللي ما كانوا يعرفوها ويكتشفوا أنه لغويرة مش مجرد مدينة منعبرها على الطريق الصحراوي لغويرة راح تكون مقصد سياحي إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر